السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وسهلاً بكم في الأجندة قبل وفاته بسنوات قليلة كتب الشاعر نزار كباني قصيدة هجاء للعرب بعنوان متى يعلنون وفاة العرب جاء فيها أنا منذ خمسين عاماً أراقب حال العرب وهم يرعدون ولا يمطرون وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون وهم يعلكون جلود البلاغة علكاً ولا يهضمون أنا منذ خمسين عاماً أحاول رسم بلاد تسمى مجازاً بلاد العرب رسمت بلون الشرائيين حيناً وحيناً رسمت بلون الغضب وحيناً انتهى الرسم سألت نفسي إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب ففي أي مكبرة يدفنون ومن سوف يبكي عليهم ترى وليس لديهم بنات وليس لديهم بنون وليس هناك حزن وليس هناك من يحزنون كان نزار قباني متشائماً بمصير العرب ومستقبلهم ويبدو أنه كان على صواب العرب الآن هم في عصر الإنحطاط الثاني لهم وربما الأسوأ والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصير العرب يا ترى في ظل التكالب الدولي عليهم وخيانة الأنظمة الحاكماً لمسؤوليتها تجاههم وخيانة النخب أيضاً لأمتها هل لدى العرب فرصة نجاح على المدى المتوسط والبعيد؟ ما هي إن وجدت هذه الأسئلة؟ سنعالجها بالنقاش في هذه الحلقة فكونوا معنا كل الشواهد تقول إن العرب موضوعون تحت العناية المركزة من قبل الدول ذات النفوذ والمصلحة موضوعون تحت البيادة المركزة غير مسموح للعرب أن يرفعوا رؤوسهم أو يتنفسوا هواء الحرية النقي هذا بات واضحاً كل حصون العرب السياسية والثقافية تتعرض للإهنيار تحت قصف مركز من الداخل والخارج سقطت بالأحرى بيد الأجنبي بسبب العملاء المحليين الذين يخدمون أسيادهم الأجانب العرب اليوم يمرون بعصر الإنحطاط الثاني في تاريخهم كما قلت بدأ عصر الإنحطاط الأول باجتياح بغداد من قبل التتار والمغول في القرن الخامس الهجري وانتهى هذا العصر مع بداية العصر الحديث للعرب يعني استمر عصر الإنحطاط الأول كرابت 700 سنة من الإنحطاط تراجعت خلالها كل مستويات الحياة العقلية والمدنية وهكذا بدأ عصر الإنحطاط الثاني أيضاً باجتياح بغداد أيضاً لكن هذه المرة من قبل الأمريكان والفورس بغداد هي البوابة للسقوط العربي دائماً وهذه نقطة تشابه أولى بين الإنحطاطين لأنه نقطة تشابه كثيرة المخيف هذه المرة أن يصل الإنحطاط العربي إلى حد الفناء للهوية العربية نفسها لحساب هويات أركية وثقافية ودينية صغيرة وهو ما تخطط له دوائر غربية ودولية مختلفة من زمن بوضوح مستشركون وغير مستشرقين تحدثوا جميعاً عن ضرورة تكسيم هذه المنطقة وبرنارد لويس له خريطة في التكسيم تقوم على أسس أركية ومذهبية بول بريمار الحاكم الأمريكي للعراك بعد سقوط نظام صدام حسين قالها بكل وضوح في مقابلة تلفزيونية قال لقد هيمنت الأكثرية السنية على المنطقة لأكثر من ألف عام وهذا غير عادل بول بريمار جاي يصحح التاريخ حكبوه هذا حاكم العراك بعد سقوط صدام كان يبرر بهذا الكلام لتسليم العراك لإيران ويدخل تحت هذا المعنى تسليمهم سوريا ولبنان واليمن للأكلية الطائفية التابعة لإيران أيضاً من الواضح أنهم يرغبون في تسليم الجزيرة العربية وشمالها للأكليات الطائفية التابعة لإيران المصيبة ليست هنا المصيبة هي في أن حكام المنطقة العرب اللي كانوا محسوبين على السنة وصاروا الآن لهم ديانات أخرى سرية هؤلاء الحكام يساعدون في تسليم المنطقة لإيران والفوضى خوفاً على كراسيهم من الديمقراطية لا شيء يؤرق بعض الملوك العرب سوى الديمقراطية أصبح هذا واضحاً موضوح الشمس لو لأن هناك من لا يحب رؤية الشمس أو لا يستطيع رؤيتها لعمل في بصيرته حينما أقول بأن العرب موضوعون تحت العناية الدولية المركزة فهذا يعني أن مخططات يعني هناك مخططات واتفاقات دولية غير معلنة على غرار سايكس بيكو التي لم تكن معلنة مخططات من هذا النوع تمنع العرب من النهوض لأن لهذه المنطقة خصوصية يعرفها علماء الجيوبلوتيك والتاريخ لأنه فيه ناس بيقول لك ليش الله علينا احنا ما فيش مخططات على روسيا والصين لا فيه مخططات فيه مخططات على الجميع لكن المنطقة العربية لها أولوية لا روسيا ولا الصين تمثل مشكلة للغرب كما تمثل المنطقة العربية ليس فقط لأنها منطقة ثروات ثروات هائلة طبيعية يطمع فيها الطامعون ولا لأن موقعها الجغرافي يؤهلها للكيام بدور خطير في السياسات الدولية ولكن أيضا لأن هذه المنطقة هي الوحيدة في العالم التي تمتلك فكرة كابلة للتصدير فكرة كابلة للتصدير لها قدرة كبيرة على إخضاع الأمم الغير العربية للعرب يعني بصورة من الصور هذه الفكرة هي الإسلام هذا هو العنصر الذي يقلق الغرب أكثر من غيره هذا طبعا بالإضافة إلى أن المنطقة العربية في بداية العصر الحديث كانت هي المنطقة الوحيدة التي لديها كابلية للاستعمار يعني بدون كلفة عالية لو ذهب الأوروبيون إلى الصين كانت ستكون الكلفة عالية إلى روسيا الكلفة عالية لكن في المنطقة العربية الهيمنة سهلة وبسيطة لأن المنطقة العربية لديها كابلة عالية للاستعمار ولذلك بسطوا عليها من الوهلة الأولى بالإضافة كما قلت إلى هذا العنصر الخطير بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للغرب العنصر الثقافي الممثل في الإسلام سواء اتفقنا مع الإسلام أو اختلفنا معه صدقناه أو كذبناه هذا لا يغير من الأمر شيئا لأننا ننظر إلى الإسلام هناك عامل سياسي والمؤسسات الغربية تنظر إلى الواقع وواقع هذه الفكرة يقول إنها قادرة على الغزو وضم أراضي جديدة في العالم لصالح العرب أحرم تتكلم كلام استراتيجي ربما يكون أكرب إلى الحلم وإلى اليوتيوب لكن كل المخططات الكبيرة بدأت بأحلام هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الكلام والتوضيح لكن قبل ذلك تعالوا نستمع إلى بول بريمر وهو يصرح بمخطط أمريكا تجاه المنطقة بلغة دبلوماسية ماكرة نستمع إلي إذا نظرنا إلى ما حدث عام 2003 وسألنا أنفسنا نرى أن ما حدث بإخراج سيدام حسين من السلطة أنهينا سيطرة السنة التي كانت مستمرة لألف عام مضت تلك كانت ثورة سياسية كبرى الثورات السياسية صعبة على الناس يحتاجون إلى وقت طويل لاستعادة الاستقرار ما زلنا في مرحلة إعادة الاستقرار والتوازن الذي آمل أن نجتازها أمام هذا الكلام من واجبنا أن نسأل أنفسنا ما مصير مجتمعاتنا في المستقبل الكريب والوسيط يا ترى بالنظر إلى الواقع السياسي والاجتماعي والثكافي للعرب ستكون الإجابة سلبية لا مستقبل للعرب ومن المتوقع أن يتقدموا من هزيمة إلى هزيمة حتى يتحللوا على المضى الطويل إذا نظرنا إلى الواقع إذا لم تتدخل قوى غيبية إذا لم يكن هناك عناصر تغير مجرى الأحداث الدولية وطبعا هذا ليس غريبا على التاريخ إن حلال الأمم ليس غريبا على التاريخ فقد تحللت من قبل أمم كثيرة وبادت العرب اليوم لا يملكون مقومات البقاء والمواجهة مع أعدائهم الطامعين في ثرواتهم المتحكمين بسلطانهم ولن يملكوا هذه المقومات في المدى القريب أو المتوسط من الواضح لأنهم كما قلت موضوعون تحت العناية الدولية المركزة وكل شيء لديهم في حالة انهيار ليس من مصلحة العالم السياسي أن ينهض العرب لأن نهوضهم سيؤدي إلى خسارة الجميع كما قلت من قبل الإيرانيون في الجوار أوروبا، الصين، روسيا على مقربة كلهم سيخسرون من نهوض هذه الأمة وامتلاك قرارها السيادي ولهذا تلاحظوا أن روسيا تأتي من أقصى الشرق إلى المنطقة العربية تحتلها وأمريكا تأتي من أقصى الغرب للسيطرة على الثورة العربية الهائج أمام هذه الحقيقة يكف سؤال ضروري سؤال ضو طبيعة استراتيجية ما الذي يملكه العرب اليوم لإنقاذ كيانهم أو لاسترداد حقهم يبدو أن قدر العرب أن لا ينتصروا بقوة السلاح بقوة السلاح واحدة هذا يبدو أنه لا يناسب العرب في تاريخهم كل في تاريخ العرب كل قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا هم القوة الأضعف من حيث العدد والعدة بالمقارنة إلى الروم أو فارس إلى الدول الكبيرة التي كانت موجودة العرب لم ينتصروا قط بفضل القوة المادية العرب لم يعرفوا الانتصار على الأمم الأخرى وتحقيق الذات إلا بفضل القوة الناعمة التي كانت تمهد الطريق أمام سيوفهم أمام سيوفهم وخيولهم هذه القوة الناعمة هي الإسلام طبعا نتكلم عن العرب بمفهومهم التقليدي إذا أعدنا تعريف العرب وأدخلنا البابليين والدول اليمنية القديمة والآشورين الأمر سيختلف قليلا وكما قلت قبل قليل أنا هنا أنظر إلى الإسلام كعامل من عوامل السياسة كما ينظر الرئيس بوتين إلى الكنيسة الأرثوذكسية كعامل سياسي ويدعمها بميزانية تفوق ميزانية التعليم العام والعالي مجتمعين في روسيا بوتين هذا الرجل العلماني الرجل المخابرات والسياسة الذي لا يهمه حقيقة الدين على الإطلاق اللي يهمه في روسيا هو الحقيقة السياسية التي تضمن تماسك المجتمع الروسي وتضمن وحدته الثقافية هو عارف إذا إذا لم يوجد دين في روسيا إذا تخلى الروس عن الدين للإلحاد سيأتي دين آخر من خارج الحدود يشغل المكان وهم خايفين من أديان أخرى مثل الإسلام مثلا وهو المرشح الأول أو البرتستانتية مثلا أو الكاثوليكية ولذلك بوتين العلماني الملحد على الأرجح يدعم الكنيسة بميزانية ضخمة لأنها عنصر من عناصر القوى السياسية وهو يمثل بوتين أحيانا يمثل دور المؤمن في الكنيسة لأجل هذا فقط على المستوى الاستراتيجي ليس أمام العرب لإنقاذ كيانهم سوى استعادة الإسلام مرة أخرى والإسلام سيتكفل بالباقي الإسلام كقوة قادرة على غزو المجتمعات الأخرى يمكنه أن يصبح قوة ناعمة بيد العرب تحميهم من شرور وأطماع الأمم المجاورة أتكلم عن الإسلام كما قلت كعامل سياسي حتى لو كان لدينا ملحدين ينبغي أن يفكروا بهذه الطريقة الإسلام هو الذي روض باكستان ومصر والكرد والأمازيغ وغيرهم من القوميات روضهم جميعا لسلطان العرب دخول الإسلام إلى مجتمع جديد ينقله فورا من حالة عداء مع العرب إلى حالة ولاء لهم لو لا الإسلام أن العرب الآن أقلية قليلة في محيط من الأعداء أكبر بكثير مما هو فيه هذا ما يفعله الإسلام وعلى الأكل يضمن للعرب وجود لوب سياسي موالي لهم في تلك المجتمعات في الغرب في الصين الصاعدة الجديد في روسيا وغيرها وهذا هو البعد السياسي الذي أقصده في الفكرة لكن هناك مشكلة تواجه هذه الاستراتيجية هي أن سمعة الإسلام اليوم قد أصبحت في غاية السوق بسبب الجهد الخارق الذي بذله المسلمون في تشويه الإسلام والجهد الذكي الذي بذلته المؤسسات الاستخبارية الأمريكية الغربية عموما في تسويق هذا التشويه العرب يقومون بتشويه الإسلام بتقديم نسخة مشوهة من الدين والمؤسسات الغربية بذكاء تقوم بالترويج لهذه النسخة المشوهة لكي تسد الطريق أمام انتشار الإسلام الإسلام لو كان أجمل من كذا سينتشر بشكل كبير وخطير في المجتمعات الغربية هم يخشون من تحويل الإسلام يعني من فرصة عربية إلى تهديد لهم وهنا نأتي إلى مربط الفرس أو مربط السؤال بالأصح كيف يمكن للنخب العربية أن تحول الإسلام من تهديد لها إلى فرصة لصالحها نشوف من مصلحة العرب جميعاً سواء أكانوا مسلمين أو لا دينيين إذا كانوا حريصين على العروبة من مصلحتهم أن يوظفوا الإسلام كعامل سياسي لمصلحتهم هكذا بلغة انتهازية براغماتية وكل واحد نيته المسلم بنية نشر الرسالة السماوية والدينية واللا ديني بنية خدمة العروبة طبعاً إذا كان هناك لا ديني نتكلم عن اللا ديني الذي يحب البقاء ضمن إطار الهوية العربية الجامعة لأن أغلب اللا دينيين العرب يفضلون التخلص من الهويات الدينية والهويات الكومية والاندماج ضمن هويات قطرية الصغيرة أو ضمن هويات عالمية مثل الهوية الغربية أغلبهم يفضل الانضواء تحت المظلة الغربية الآن التي تمثل كما يقولون هم الثقافة الإنسانية لكن نحن نخاطب الأذكياء منهم الأذكياء يدركون أن من المحال أن تنسى المجتمعات العربية الدينها وهويتها الخاصة ستظل الأغلبية متدينة ومن ثم فليس أمام هذه النخبة من الأكلية اللا دينية العربية إذا كانوا براجماتيين نفعيين حقاً ليس أمامهم سوى أن يوظفوا ما لدى هذه الأمة من عناصر القوى لصالحها لا أن يخوضوا معها حرباً ضد هذه العناصر ضد الدين الإسلام هو أكوى قوة يمتلكها العرب طوال تاريخهم أقول هذا وأنا أدرك جيداً أنه اللا ديني ينظر إلى الإسلام كتهديد شخصي له لا كفرصة لأن الإسلام من وجهة نظري يحمل عناصر معادية للحريات الشخصية هذا كله يهمهم مشكلتهم مع الدين مع المتدينين هي مشكلة الحريات الشخصية وهذه المشكلة في الحقيقة يتحمل مسؤولية الإسلاميون أكثر من غيرهم لأنهم هم الذين نروجوا لأكاذيب دينية وهذا أمر مفهوم طبعاً بالنسبة لللا دينيين هذا أمر مفهوم نحن نقدر هذا الخوف وسنناكشه وقد ناكشناه من قبل طويلة الإسلام اليوم يوظف ضد المجتمعات العربية استطاعت الأنظمة التي تمتلك أجهزة مخابرات ومعلومات وقدرة على التوجيه ومخططات وفلوس استطاعت تحويل الميزة العربية التي هي الإسلام إلى مشكلة عربية هم يعرفون أن أكوى عناصر العرب هو الدين حولوا إلى نقطة ضعف العرب لديهم قدرة على إعادة توظيف كل شيء أصحاب أجهزة وأصحاب مؤسسات ومال وخبرة وعملاء وظفوا غباء الإسلام السياسي ووظفوا جماعات العنف المنتسبة للإسلام لصالح تشويه الإسلام الآن الإسلام بصورته الحالية بنسخته التقليدية التي يقدمها شيوخ الدين شيوخ الدين هذه النسخة هذا الإسلام بهذه النسخة لا يخدم إلا طواغيت المنطقة ودوائر الهيمنة الدولية أي نظام فاسد عربي آيل للسقوط يرسلوا له النسخة من المتطرفين علشان الشعب يرجع يقارن ويخيره بين الإسلام المتطرف أو بين الحاكمة الفاسد فيضطر الشعب يقول لا إحنا مع الحاكمة الفاسد هكذا يتم توظيف الجماعات الدينية المتطرفة لصالح الأظمة الفاسدة ولصالح الأجندة الغربية هذه النسخة التقليدية طبعا هؤلاء هذه الجماعات المتطرفة والتي تقدم نسخ مشوهة من الإسلام لم تأتي من الفراق جاءت من داخل طراث المسلمين من داخل الكتب الدينية من داخل النسخة التي يروجها الإسلام المشيخي التقليدي نسخة الفقهة هذه النسخة التقليدية من الإسلام هي النسخة التاريخية التي صنعت عبر التاريخ النسخة التي تمت هندستها وصياغتها ضمن شروط التاريخ الإسلام اليوم إذا أردنا أن نعيد القوة لصالحنا هو اليوم بحاجة إلى إعادة ضبط المصنع هذا صح التعبير العودة إلى الإسلام الأول إسلام ما قبل المذاهب وما قبل الأفكار التاريخية ما قبل الفقهاء وما قبل المحدثين وما قبل المذاهب إعادة ضبط المصنع التعامل مع النص بطريقة بكر قراءة النص بطريقة بكر لأنه فيه قراءات سابقة خلص هذه القراءات شوهتة هذا هو الشرط الوحيد لتحويل الإسلام من تهديد للعرب إلى فرصة لصالحهم ولصالح البشرية كلها في حقيقة الأمر قد يقول قائل من المتعصبين للنسخة التقليدية لكن سيقول لكن الإسلام بنسخته التقليدية هذه اللي ما عجبت أكش هو أيضا قادر على الانتشار في المجتمعات الغربية المجتمعات غير الإسلامية عموما فلا نحتاج إلى نسختكم المعدلة قد يقول هكذا وهذا الكلام صحيح نسبيا يعني حكاية أن الإسلام بينتشر هذه صحيح نسبيا لكن الحقيقة أن الإسلام بنسخته التقليدية هذه الحالية لا يكسب اليوم إلا بضعة أفراد في المجتمعات غير الإسلامية الحديثة وينتشر ببطء شديد كما أن أغلب الذين يعتنقون الإسلام في الغرب ليسوا من النخبة المفكرة والمؤثرة في هذه المجتمعات لا النخبة المفكرة ولا النخبة السياسية هناك استثناءات محدودة جدا تهتدي إلى الحقيقة الدينية في الإسلام استثناءات محدودة معظم الذين يعتنقون الإسلام في المجتمعات الغربية اليوم هم من الشريحة التي أرهقتها الحياة هناك شريحة المتواضعة في الفهم يعني اللي لديها نقص حنان بسبب انفراط الأسرة أو فقدان للمعنى في الحياة أو نتيجة سيادة المذهب المادي في فلسفة الحياة يعني الناس الهبيز هذول اللي يحبوا المقامرات وهم كما قلت قليل فنانة أو مغنية أو فنان زاهق من حياته يشتي يجرب أو معظمهم من الأخوة الأفارقة الموجودين في أمريكا وفي أوروبا الزاهقين من المعاملة العنصرية للغرب المجتمعات الغربية هؤلاء هم الذين يدخلون الإسلام وهم كلك يعني وانتشار الإسلام هناك ببطء شديد في حين لو أننا كدمنا نسخة أفضل من الإسلام لهذه المجتمعات أقصد نسخة أفضل من الفكرة الإسلامية لأن الإسلام السماوي واحد لا يتغير مش بايدين نحن نغيره أو نبدله أو نكدم منه لا لكن هذا الإسلام السماوي يقدم في قوالب فكرية مختلفة من فهم البشر نحن نتكلم عن فهم البشر للإسلام الآن فقط الفكر الإسلامي مش عن الإسلام لكن مجازا بنقول الإسلام نقول نسخة من الإسلام مجازا وإلا أننا نتكلم عن الفكرة الإسلامية أقول لو كدمنا للغرب نسخة أفضل للإسلام أنا على يقين بأن القرى الأوروبية ستتحول إلى قرى إسلامية خلال خمسين سنة على أبعد تقدير طبعا في ناس الآن عايقلوا بعد الشهر يعني فلا الله ولا فالك خليهم كذا كفار أحسن على الأول نلقى مكان نلجأ إليه من حكوماتنا العربية ومن مجتمعاتنا الفاشلة لكن أنا أتحدث عن أوروبا العاكلة الرزينة التي ستستلم أي فكرة وتنظفها ما تخافوش يعني كيف يمكن أن يحدث ذلك ولماذا للحديث بقية في كتاب بعنوان الإسلام في الألفية الثالثة للمفكر الألماني المسلم مراد هوفمن الذي توفي قبل أيام كليلة يقول هوفمن أن المجتمعات الغربية آيلا للسقوط لا محالة وإن طال الزمن طبعا الرجل سياسي ومفكر ومنطراز رفيع مش كلام واحد عابر يعني ويقول هوفمن أنه ليس أمام هذه المجتمعات للنجاح من هذا المصير سوى تبني الإسلام طبعا هذا الخطاب القديم حق الإسلاميين بس هذا لا يعني أنه مادام الإسلاميون استعملوا هذا الخطاب واستعملوا هذه الحقائق أصبحت هذه الحقائق يعني تغيرت لا حقيقة تظل حقيقة مهما تكادمت بغض النظر عن من يستعملها أو من يقولها حقيقة تظل حقيقة وهذه الإضافة التي يطرحها الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيت جارودي أيضا هو يقول نفس الكلام روجيت جارودي هذا كان من كبار من فلسفة فرنسا أعلن إسلامه قبل فترة تمانينات ربما أقصد بالإضافة قولهم إن الإسلام هو رشدة العلاج لأمراض المجتمعات الغربية التي ستتسبب في تحلل الحضارة الغربية يوما ما تحلل الحضارة الغربية وانهيارها هذا رأي استكر عليه مجموعة كبيرة من علماء الاجتماع والفلسفة في الغرب متفقين على أن الحضارة هذه الغربية اللي عاجبانا ستتحلل يوما ما لابد علماء الاجتماع هناك يتنبؤون بذلك من أيام شبنجلر وتوينبي وغيرهم وفلسفة علم الاجتماع والحضارة هم أدرى الناس بمستقبل المجتمعات بمستقبل المجتمعات عموما والحضارات هم يدرسون الحضارات والمجتمعات وهم أدرى الناس بمصيرها لما ذا لأنهم يراكبون العوامل الخفية في تحلل المجتمعات العوامل التي لا يستطع رؤيتها الفرد العادي الإنسان العادي بيشوف كل شيء كويس تمام في الغرب ولهذا يلجأ الفرد العادي إلى السخرية من من يقول إن مصير الحضارة الغربية إلى الفناء بسبب أمراضها الاجتماعية يسخروا من هذا الكلام لأنهم عاديين وهذا هو الفرق بين الإنسان العادي وإنسان غير العادي بين الإنسان العادي والفيلسوف والمفكر العادي يسخر هذه وظيفة أصلا وخاصة الفرد العادي العربي هناك شريحة واسعة من العرب المغرمين بالنموذج الغربي بدون علم طبعا كله يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هؤلاء يعتقدون أن الحديث عن سقوط الحضارة الغربية وتحللها من أوهام المتدينين ويجادلون بتقديم كراء بالتركيز على ما يعرفونه من مظاهر القوة في الحضارة الغربية وطبعا بعض كلامهم صحيح لكن لأنهم لا يمتلكون خبرة الفيلسوف وخبرة عالم الاجتماع فإنهم غير قادرين على رؤية العوامل الخفية التي تتسرب مثل الماء إلى أساسات البناء فتجعل الأرضية التي يكف عليها البناء رخوة ومن ثم يؤدي إلى سقوط البناء نفسه في نهاية البطاف بعضهم يسمع سماعا عن هذه العوامل لكن ليس لديه الخبرة الكافية لتقدير فاعليتها يقول لك نحن نعرف أن الفرد والمجتمع الغربيان يعانيان من بعض الظواهر والاختلالات الموجودة لكن حجم العوامل الإيجابية أكبر من حجم العوامل السلبية ويقول هكذا بعض الشباب والإخوة والأخوات ويقول لك لدى المؤسسات الغربية الخبرة الكافية لتفادي مثل هذا السقوط ما تخافوش أوروبا والغرب قادر على أنه ينتبه لنفسه ويحمي نفسه من السقوط طبعا هذه مجرد أوهام وأماني يخلقها العرب لأنفسهم العرب المغرمون بالنموذج الغربي نحن كلنا معجبين بالنموذج الغربي لكن لما تندمج داخل هذا النموذج وتصبح جزء منه تفكر بطريكته ولما تفكر بالطريقة الغربية لابد أن يكون تفكيرك نقدي وتتوقف عن الحديث المعجب الولهان بالظاهرة الغربية تبدأ بالتفكير النقدي في هذه الظاهرة وتسأل نفسك هل ممكن تستمر إلى مالا نهاية هذه الحضارة أم أن هناك ما يهددها ولها ساعة ما صحيح أن الظاهر السلبية في المجتمعات الغربية قد تكون محدودة من حيث الكم لكنها قد تكون أيضا خطيرة على المدى الطويل والمتوسط من حيث النوع وعوامل الضبط الاجتماعي والسيطرة التي تبدعها المؤسسات العلمانية الغربية قد لا تستطيع السيطرة على النتائج النهائية المتراكمة عبر الوقت من الأخطاء هم الآن عندهم قدرة على السيطرة وعمليات ضبط للمجتمع وللمشكلات لكن إلى أي مدى ستنجح عملية الضبط إلى مالا نهاية هذا غير معروف ولدى علماء الاجتماع يعني شكوك في قدرة المجتمع الغربي على الصمود وعلى إدارة المشكلات هذه المشكلات إلى مالا نهاية اليوم قد تستطيع حل مشكلة تفكك الأسرة مجتمعاته الغربية قد تستطيع معالجة هذه المشكلة الضبط هذه المشكلة ببعض المعالجات لكن من يضمن ذلك على المدى الطويل؟ من يضمن أن المعالجات التركيعية لن تؤدي إلى تفاقم المشكلات وانفجارها في نهاية المطاف بطريقة تهدد الأسرة أو تهدد الأسس الحضارية التي بنتها الأجيال الغربية على مدى قرون لا أحد يستطيع ضمان ذلك هذا مشكلة منا بس هذا ما يقوله علماء الاجتماع الناكدون للنموذج الغربي من داخل هذا النموذج مثل مدرسة فرانكفورت مثلا النكدية وغيرها من الفلاسفة الأوروبيين من المناسب أن نعرض للمشاهد عينات من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الغربية بسبب انحسار البعد الديني في حياتها لكي يفهم معنى قول البعض أن الإسلام هو الرشدة العلاجية التي ستنقذ الغرب في نهاية المطاف لما يقول رجيز جارودي وهو فيلسوف كبير فرنسي أو مولاد دوفمان أو محمد أسد أو غيرهم من الفلاسفة أو علي عزة بيكوفيتش لما يقولوا أن الإسلام هو رشدة العلاجة المناسبة للمجتمعات الغربية العربي لازم يفهم معنى هذا الكلام لم يقولوا هذا الكلام نجيب عينات من مشكلات الغرب تبين المعنى من المعروف أن المجتمعات الغربية قد تخلت إجمالاً عن دينها وكنيساتها حدث ذلك بالتدريج منذ أن كرر المسيحيون أن يصبح الدين المسيحي شأناً فردياً لا علاقة له بالمجتمع وبالدولة ما فيش قيم تضبط المجتمع وتضبط الدولة القيم فقط تضبط اختيارية اختارها الفرد فردية اليوم هناك نسب عالية جداً من اللا دينيين هناك وعلماء الاجتماع يربطون بين انحسار الدين وشيوع بعض المشكلات الاجتماعية هناك طبعاً عبر عن هذا الكلام الأمير النمساوي أوتوفون حابسبرد توفي عام 2007 عبر عنهم بقوله إن أوروبا بلا مسيحية مثل بيت من الورق لا بد أن يهوي يوماً ما بيعتبر أن المسيحية هي العمود حق الخيمة هؤلاء يلاحظون أن غاية الإنسان الأوروبي اليوم هي مطاردة اللذة ومطاردة اللذة اللذة وليس السعادة هناك فرق بين اللذة والسعادة هم يدركون أن مطاردة اللذة ستنتهي بتفكك الأسرة وفق خطوات متدرجة معروفة شرحوها والأسرة هي البناء الأساس للمجتمع والإحصاءات التي تأتي من هناك دائماً مخيفة يقول لك 15% فقط من الزيجات في أمريكا يتوقع لها أو يتوقع لها أن تستمر 15% فقط من الزواجة والباقي انفصال وتفكك وهناك ملايين الأمهات يتحملن بمفردهم مسئولية تربية الأطفال ومواصلة العمل من أجل البقاء تيجيب ابن بطريقة شرعية أو غير شرعية أبوه يروح أو ينفصل وتتحمل مسئولية ابنها هي ومسئولية العمل والتربية وغيرها وذي مسئوليات خطيرة وكبيرة والمرأة هناك تعيل نفسها والأطفال الذين يولدون بدون آباء في ظل غياب الآباء بسبب الهجر أو بسبب الانفصال أو بسبب السفر وتفكك الأسرة هؤلاء يصيبهم الاضطراب ولذلك تقول الإحصائيات أن 55% من المراهكين الأمريكيين يلجأون إلى التدخين للتخلص من الضغوط النفسية هذا التدخين مؤشر بسيط في مؤشرات أخرى أخطر من ذلك إذا أضفنا إلى ذلك تأثير التلفزيون والكمبيوتر وسائل التواصل الاجتماعي هذه السلبية إذا أضفنا هذه العوامل كلها على نفسياتهم لن نستغرب من الحوادث الحوادث العنفة التي تقع في المدارس مثلا من قبل تلاميذ تلاميذ يدخل يقتل زملاء بالعشرات يقتل العديد من زملاء بالمسدس أو بالخنجر طبعا من الصعب إحصاء العوامل التي تؤدي إلى فقدان الأمان وفقدان المعنى للوجود وفقدان الشعور بالطمأنينة لدى المراهقين في تلك المجتمعات صعب أن نحصيها لأنها كثيرة هي عملية زي أحجار الدومينو متتالية يعني شبكة يعيشون ضمن شبكة من العدمية المنظمة عدمية لكنها منظمة من قبل الدولة مسيطرة عليها إلى حين هناك أيضا مشكلات المرأة اللي هي المشكلات الخاصة أكسب مثل وعده للبنات وعده الأجنة الإجهاض الإجهاض ما هو؟ هذا هو وعده وعده البنات في العصر الحديد وما يترتب عليه من مشكلات صحية مشكلات نفسية للمرأة معدلات الإجهاض في تلك المجتمعات بلغت مستويات عجيبة يقال أنه في مدينة برلين الألمانية وحدها هناك طفل من كل اثنين يتم إجهاضه من كل اثنين أطفال يعيش واحد والثاني يموت من الموليد إجهاض وهناك أيضا مشكلات الشذوذ الشذوذ الجنسي في هذه المجتمعات التي تتفاقم بشكل كبير جدا وهناك اتهام للمؤسسات العلمية الغربية بإخثاء أدلة على أن فيروس نقص المناع الإيدز هذا نتج عن العلاقات الشذة في أمريكا تحديدا في مجتمع سان فرانسيسكو تحديدا هناك من يقول أن الإيدز خرج من مجتمع سان فرانسيسكو ناتج عن العلاقات الشذة بين الرجال ويقول أن المؤسسات العلمية هناك تخفي هذه الحقيقة خوفا من النتائج المترتبة على الاعتراف يعني خوفا على حقوق الشواذ هذه المؤسسات العلمية تصرف الأنظار إلى ماذا؟ إلى كرة أفريقيا تقول لك الإيدز هذا الفيروس جاء من هناك من كرة أفريقيا بيعتبروا فيروس أفريقي جاء من هناك وهناك أيضا مشكلات الإدمان المجتمعات الغربية مجتمعات مدمنة من طراز رفيح مدمنة لأشياء كثيرة من ضمنها القمور النهم الجنسي الشديد وما يترتب على ذلك من مشكلات كلها تسبب مضاعفات نفسية خطيرة على الفرد ومضاعفات على الدولة لأن أيضا بتكلف الدولة والمجتمع وإذا كانت الدولة اليوم في أوروبا قادرة على السيطرة على هذه المشكلات فإن هذه السيطرة قد لا تستمر بسبب تغيرات دولية كبيرة قد تقلص من مستويات الإنفاق العام في الدول الأوروبية لأنها كبيرة تسيطر الدولة في أوروبا كيف تسيطر على هذه المشكلات في المقام الأول عن طريق المال لديها قدرة على الإنفاق وإيجاد حلول ودراسات وغيره لكن في لحظة من اللحظات قد لا تجد هذا المال اللي بتنهب من أفريقيا ومن المؤامرات على الدول وعلى الشعوب وحينها لن يتمكن أحد من إقناع هذه المجتمعات بالعودة إلى الكنيسة إذن فرط العقد ساعتها سيكون الإسلام هو أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة للمجتمعات الغربية وهذا طبعا ما يؤكده مفكر لبناني مسيحي اسمه نبيل خليفة يقول أن القرن الواحد والعشرين هو قرن إسلامي سيكون قرن إسلامي الإسلام سيهيمن تعالوا نجتمع إليه ولو من باب تشليات الذات أن يكون الإسلام ويقوم مقام الاتحاد السوفيتي وهذا يطرح دور الإسلام في القرن الحادي والعشرين وأنا من أقول لك من الآن وهذا التاريخ القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الإسلام بامتياز وعندما أقول الإسلام بشكل عام بس بقص للإسلام السني لأنه هو بشكل 85% من مسلمي العالم في حين الشيعة بشكله 15% فإذا الإسلام السني لماذا القاعدة الكبرى التي تحتها أريد أن أحكي الآن معك اليوم هي التالية إن الديمغرافيا هي التي تصنع التاريخ إن الديمغرافيا هي التي تصنع التاريخ وبما أن العالم الإسلامي يتطور ديمغرافيا بشكل متسارع أكثر من كل الشعوب ومن كل الديانات وسيصبح الإسلام الدياني الأولى في العالم في هذا القرن كما قلت لكم أنا أنظر إلى الموضوع من زاوية علماء الاجتماع ومن منظور علم السياسة من الواضح أننا نحن العرب لا نصلح لشيء سوى نشر الدين أو نشر المعارضين السياسيين لم نقدم للعالم شيئا طوال تاريخنا سوى ما كدمه الإسلام والأمة التي كونت الحضارة الإسلامية لم تكن في غالبيتها من العرقية العربية وإنما أمم أخرى تعربت لسانا وثقافة والفضل في هذا يعود للإسلام الإسلام هو الذي صهر الفرس والعرب والروم والترك والهنود والمصريين والبربر والأفارقة صهر هؤلاء جميعا في أمة واحدة هذه الأمة كدمت حضارة واحدة ذات يوم أما العرب واحدهم فلم يقدموا شيئا لم يقدموا شيئا كبيرا يستحق الذكر إلا إذا اعتبرنا البابليين كما قلت إذا أعدنا تعريف العرب واعتبرنا البابليين والأشورين واليمنيين السبائين والحميريين عربا سبائيون عرب من غير شك لم يقدموا شيئا العرب لم يقدموا شيئا للإنسانية للبشرية سوى إخلاصهم في نشر الإسلام والدفاع عنه هو بضعتما الوحيد حين انحسرت رقعة الإسلام انحسرت رقعة العرب وكرمتهم ولعل هذا هو معنى الآية القرآنية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون بخاطب العرب يعني الآية كأنها بتقول لن يكون لكم أيها العرب ذكر ولا كيان ولا قيمة إلا بهذا الكتاب أفلا تعقلون لكن كما قلت من قبل هذا الكتاب اليوم مختطف بيد المذاهب بيد التفسيرات التاريخية العقيمة التي أنتجتها عقول المسلمين في فترات القصور العلمي والمنهجي وهذا طبيعي طبيعي أن أجدادنا أو علماؤنا المتقدمون كدموا ما لديهم بحسب استطاعتهم فهموا الإسلام وفقا لإمكاناتهم لكن هذا لا يعني أن إمكاناتهم هي الإمكانات النهائية وأن فهمهم هو الفهم النهائي وكأن فهم فقهاء الإسلام يتساوى في الجودة مع الإسلام نفسه وكأنه فهم علماء الإسلام عابر للزمان والمكان مثل الدين هذا نوع من الشرك نكترف من غير ما نفهم ولا بد من تحرير الإسلام اليوم لكي يؤدي مهمتها الإيجابية تحريرا من المسلمين يعني المفروض نقول الله منصر الإسلام على المسلمين أكثر من أي دعاء آخر مهما كانت العصور الإسلامية الإسلامية الكديمة الزاهية ومزدهرة علميا إلا أنها بالقياس إلى العصر الحديث لا تعد شيئا حجم المعطيات العلمية اليوم أكبر بكثير بما لا يقاس من حجم المعطيات العلمية التي كانت موجودة بين يدي الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن جرير وغيرهم اليوم يستطيع المسلم أن يفسر القرآن بطريقة أفضل وأدك من طريقة ابن جرير وابن كثير والشافعي والذين من قبلهم لماذا؟ لأن حجم المعارف التي بين أيدينا اليوم أكبر وأكثر ولأن المناهج التي نمتلكها أدك وأقوم هذا أمر لا يوجد خلاف لا يقبل الجدل ولا النقاش هذا من البدهيات صحيح أن العرب القديم كان أكثر فهما لأساليب القرآن للغة القرآن من العرب الحديث إلا أن هذه ميزة نسبية غير مؤثرة لماذا؟ أولا لأن في استطاعة الدارس المعاصر أن يصل إلى مستوى ممتاز من المعرفة اللغوية بفضل ما تراكم من علوم اللغة واللسانيات بإمكان أن يكون أحسن من الشافع اليوم ولو عندي وقت سأثبت هذا بسهولة وثانيا لأن هذا المعاصر الدارس المعاصر يمتلك من المعارف التاريخية التي تشرح بعض الكضايا في القرآن والمعارف العلمية التي تضيء النص الديني ما لا يمتلكه الآباء الأولون والحقيقة أن في هذه المسألة وهما كبيرا في رؤوس الناس هناك وهم لدى المسلمين هو الاعتقاد بأن العلماء الكبار المتقدمين كانوا يفهمون آيات القرآن فهما جيدا وكانوا يستدلون بها استدلالا موفقا هذا وهم وهم كبير لأن هؤلاء الكبار من أمثال الشافعي وأحمد وابن حزب كانوا يقعون أحيانا في أخطاء ساذجة في فهم النص القرآني ولدينا شواهد كثيرة لا مجال للحديث عنها ولولا شحة الوقت لضربته العديد من الأمثلة الدالة على ذلك طبعا الهدف ليس التقليل من جهود هؤلاء الآباء العلمية الهدف ليس هذا الهدف بيان الحقيقة حتى لا نتورط في عبادة الأصنام من جديد هؤلاء فقهاء وليسوا أصنام هؤلاء علماء وباحثون لهم تكديرهم ولهم احترامهم كدموا ما عليهم لكن فهمهم للإسلام ليس الفهم النهائي قدرتهم على فهم النص الديني لم تكن مثالية لأن حجم المعرفة التي كانت لديهم محدودة دقة المناهج التي كانت لديهم ضعيفة الإسلام يحتاج لإعادة تفسير شاملة بمنطق علمي بحث تخرجه من سجن التاريخ وتدخله في فضاء الواقع الحديث ذلك من مصلحة العرب ومن مصلحة المجتمعات الحديثة بشكل عام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر